السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ببطر ريدا الواحي موضوع حلقتنا النهاردة عن تفتيح الاكواع والركب الطبيعي ان اي رمقان او اسمرار في الجسم بيكون سببه زيادة نسبة الميلانين في الجسم وبالتالي لما بنستخدم له اي حاجة للتفتيح سواء كانت كريمات مستعدلية او وصفات طبيعية فبتقل نسبة الميلانين فبيحصل التفتيح اما في حالة الاكواع والركب فالاسمرار بيكون نتيجة تراكم طبقات الجلد الميت على بعضها وبالتالي بيؤدي الى الغمقان والاسمرار وبالتالي لو استخدمنا معاها اي كريم التفتيح مش هيجيب معاها اي نتيجة بالعكس ممكن يجيب نتائج عكسية وخصوصا لو استخدمنا كريمات التفتيح القوية اللي بتحتوي على مادة الهايدروكين الاربعة في المية طبعا علجها ازاي السبب الرئيسي لتراكم طبقات الجلد الميت على الاكواع والركب واللي بيؤدي الى الاسمرار والغمقين هو الاحتكاك وبالتالي نتجنب احتكاك الاكواع والركب بالاكساب الصلبة او الخشنة كمان نتجنب لبس الملابس الدقيقة اللي بتقدي الى احتكاك وبالتالي بتقدي الى تراكم طبقات الجلد الميت وده اللي بيؤدي الى اسمرار والغمقين كمان نتجنب ازالة طبقات الجلد الميت من الاكواع والركب بالادوات الخشنة زي المبرد او الليفة الخشنة ونيجي للخطوة التانية معنا وهي الوسفات الطبعية واول وصفة معنا هي وصفة الكركم وزيت الزيتون والفازلين. هنعملها مع بعض اول حاجة معلقة كبيرة من الفازلين معاها معلقة صغيرة من الكركم. ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون. وهنخلطهم كويس جدا. لغاية ما نحصل على مزيج متجامس. وده الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا النهاردة طب هنستخدمها ازاي? اولا هندهم بها الاكواع والركب بحركات دائرية وبعدين هنطركها لمدة ساعة وبعدين نشطف. وبعد كده هندهم بكريم مرطب. وافضل الكريمات المرطبة هي كريم البنسينول او كريم ديكسا بنسينول او كريم جونسون او كريم نيفيا وهنطركه بدون شطف. الوصفة بتاعتنا هنعملها مرة واحدة يوميا. مرة واحدة يوميا لمدة ساعة وبعدين هنشطف بماء فاتر وبعد كده نحط كريم المرطب وهنطركه بدون شطفه. وان شاء الله خلال اسبوع عليك اكثر بينتهي الغمقان واسمرار الاكواع والركب نهائيا. ونيجي للوصفة التانية النهاردة وهي تتكون من اتنين معلقة كبيرة من السكر معلقة قهوة واتنين معلقة كبيرة من زيت الزيتون. نعملها مع بعض دول اتنين معلقة سكر عليهم معلقة كبيرة من القهوة واتنين معلقة كبيرة من زيت الزيتون. هنخلطهم كويس جدا مع بعض. وده الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا النهارة. طب هنستخدمها ازاي? هنعمل بها للاكواع والركب لمدة دقيقة وبعد كده هنطركها لمدة ساعة وبعدين نشطف بماء فاتر وبعد ما نشطف هنضع الكريم المرتب وزي مولت افضل الكريمات المرتبة هو كريم بنسنول او ديكسا بنسنول او كريم نيفيا او كريم جونسن وهنطرك الكريم بدون شطف وده هنعملها كم مرة? هنعملها مرة واحدة يوميا لمدة ساعة وبعد كده هنشطف بماء فاتر وبعد كده هنضع الكريم المرتب وهنطركه بدون شطف ويهي برضو مفيدة جدا في زالة طبقات الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد وتفتيح الغمآن واسمرار الاكواع والركب خلال اسبوع ان شاء الله هيكون مختفي نهاية. وبالنسبة للناس اللي ما بتحبش تستخدم وصفات طبيعية وعايزة كريمات جحزة من السيدلية دي مجبوعة الثور لكريمات جحزة من السيدلية ممكن تختاروا المناسب منها او المتوفر عندكم منها وتستخدموها. طب هنستخدمهم ازاي? هنختار كريم منه وهنستخدمه تلات مرات في الاسبوع تلات مرات في الاسبوع هندهم بالاكواع والركب وهنتركه لمدة ساعة وبعدين نشطف وبعد ما نشطف هندهم بكريم مرتب وزي ما قلت افضل الكريمات المرتبة كريم البنسنول كريم ديكسا بنسنول كريم النيفيا او كريم وهنطرق كريم الترطيب بدون شرف كده باستخدمنا الكريم ده تلات مرات في الاسبوع والترطيب هنستمر عليه طول ايام الاسبوع يعني الكريمات دي هتستخدمها تلات مرات بس في الاسبوع اما الترطيب هنستمر عليه طول ايام الاسبوع وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة تكون استفدتم منها اي استفسار سبهولي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته